تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية من ضبط أكثر من أربعة أطنان مستلزمات إنتاج زيت طعام بمصنع دون ترخيص بالأسكندرية كما تمكنت الإدارة من ضبط أكثر من 16 ألف عوة أدوية مجهولة المصدر وغير مرخصة بمغزن وصيدلية بالقاهرة إلى جانب ما تبزله الدولة من جهود تستهدف تخفيض الأسعار من خلال طرح المبادرات كمبادرة كلنا واحد لمحاربة الغلاء لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة بين وزارة الداخلية وفي إطار المبادرة وتنفيذ لتوجيهات رئيس الجمهورية بالتخفيف عن كاهل المواطنين تواصل حملاتها مستهدفة مراقبة الأسواق لمنع التلعب بالأسعار وضبط السلع منتهية الصلاحية وحالات التلعب بالدعم ببيع السلع المدعمة في السوق السوداء فقد تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة من ضبط أكثر من 4 أطنان مستلزمات إنتاج زي الطعام ومنتج نهائي غير صالح للاستهلاك الأدمي بمصنع دون ترخيص بالإسكندرية كما تم ضبط أكثر من 10 ألاف عبوة مقرمشات ومياه غازية غير صالحة للاستهلاك الأدمي لدى سنين من مالك المحلات غير المرخصة بالأكسر واستطاعت الإدارة ضبط أكثر من 16 ألف عبوة أدوية مجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الصحة بمخزن وسيدلية بالقاهرة الإدارة استطاعت ضبط 10 ألاف لتر سولار جمعها مالك شركة غير مرخصة للمنتجات الزراعية بالبحيرة دون سنة قانونية وضبط 30 ألف لتر بنزين جمعها مالك تولومبا غير مرخصة لتموني السيارات بالدقاهلية لبيعها بالسوق السوداء ترجمة نانسي قنقر